بالمناسبة أطمنكم على أيمن وبنون والشناوي لأنه التلاتة مبارح ما اتمرنوش مع تدريبات الجماعية كان عندهم تدريبات تأهيلية كده النهاردة زي ما انتم شايفين الشناوي طبعا على الشاشة التلاتة انتظموا في المران الجماعي وبعد ما خلصت التمرينة الصباحية النهاردة دخل الفريق في معسكر المغلق بقى السعدادة لمباراة بكرة ان شاء الله واحدة من المطشاط زي ما قلت الصعبة وين كنت بشوف ان كل مطشاط الاهلي قدام اي خصم اين كان اسمه كان حديث العهد بالدولي كان فريق قديم كان في مقدمة الجدول كان في مؤخرة الدولة كل الفرق بتيجوا قدام الاهلي وتحجر بلغة الكرة وكل الفرق بتيجوا قدام الاهلي وعازة تظهر وكل العيب بيلعب قدام النادي الاهلي عازة يقدم افضل مستوياته عشان كده كل مطشاط الاهلي هتكون صعبة سريعا هاختم اخباري مع حضراتكم بمنتخب مصر حضراتكم انا كنت بكلمكم طبعا قيمة الاسماء اللي تم اختيارها من كارلوس كيروش للمنتخب اللي هيشارك في البطولة العربية او كاس العرب في فا عرب كاب اللي هتبتدي من يوم تلاتين هتستمر لغاية يوم تمنتاشر ان شاء الله قيمة اثرت جدل كبير جدا وخصوصا ان في بعض المراكز فيها اسماء ملهاش بدائل يعني لقد الله في حالة اصابة لعب اساسي في المركز ده تلجأ بقى للتبديل والتوفيق لكن في جميع الاحوال الراجل قرر ويبدو انه هو نفسه شخصيا بيبص للبطولة على انها بطولة ودية يعني مش بطولة رسمية عشان كده قرر انه المعسكر بتاع المنتخب ان شاء الله بإذن الله يبتدي من يوم 27 يعني من يوم السبت اللي جاي ويعد معايا ده تاني توقف يعني ان شاء الله بإذن الله هنلعب مع المحلة بكرة وبعد كده نلعب مع السموحة يوم الخميس اللي جاي يبقى لعيبنا 6 مطشاط يقف الدوري لتاني توقف من المحتمل انه يمتد تقريبا طوال فترة شهر ديسمبر ليه كده لانه لانه انت لو ابتديت او توقف الدوري 27 عشان بداية المعسكر البطولة ابتدت 30 لو ربنا كرمنا يعني لو ربنا كرمنا وبالمناسبة البطولة مش قوية او لانه اغلب الفرقة مش مشاركة بالمحترفين بتوحها فمش عايزكوا برضو تتخضوا او يعني ومن الوارد ان الوجوه اللي رايحة لسه كنت بتكلم على استغلال الفرصة اغلابها ممكن يبقى جديد يعني او عناصر فيها اسماء كتيرة جدا بتنضم الاول مرة فممكن يبقى الرغبة والحافظ عندهم في ان هما يثبتوا نفسهم وجدرتهم بان هما يكونوا موجودين دايما في تشكيلة منتخب مصر ممكن تخلق دافع ويورونا شكل حلو للمنتخب ولو وصلنا ان شاء الله للفاينل ده معنى انك هتوصل لـ 18 ديسمبر وبالتالي مع عودة المنتخب طبعا الناس مش تيجي تلعب تاني يوم هتيجي يعوال ما ترجع وترتاح شوية وتبتدي استعد المطشاط اللي بعدها فاته بتتكلم انه اخر اسموع في مارس ممكن يرجع او يتم استكمال المسابقة مرة تانية وما اعتقدش ان احنا هنطول طبعا عشان هيكون فيه معسكر تاني بعدها يدخل فيه المنتخب عشان استعداده طبعا لبطولة قمم افريقيا دوري متقطع تاني توقف فيه وتوقف طويل جدا لكن في جميع الاحوال نتمنى التوفيق لمنتخبنا في اول خطواته في الاستعداد لتصفيات كاس العالم او المرحلة الاخيرة طبعا فيه بطولة كاس العرب طيب نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل نكمل اخبارنا وفقراتنا في السادسة اشتركوا في القناة